اشتركوا في القناة وعرفنا ان الديمونيتر الاصغر الفراكشن بتاعه هو الاكبر طيب يا طرى في الفيديو ده هنتعلم ايه ان شاء الله في الفيديو ده هنعرف ازاي لو عندنا نفس الفراكشن بس الهول مختلف هنقدر نعرف الفراكشن الاكبر هو ايه وهنعرف الهول عندي لو متقسم لبارتس مختلفة يا طرى اقدر اكتب الهول ده ازاي فلو كنتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سابسكرايب وعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لكل اصحابكم وما تنسوش تحلوا الجوجل فورم بعد ما تسمعوا الفيديو للاخر وتكتبوا اسمكم فيه الكامنت عشان اقولوا في الفيديو الجاي اما حبيبي اللي حلوا الجوجل فورم اللي فات فهم رفيف عمار يارا حمزة برافو حبيبي سقفة كبيرة اوليكم حليتوا جوجل فورم اللي فات واستناكم انتم مبايق اصحابكم تحلوا الجوجل فورم ده بعد ما تسمعوا الفيديو للاخر عالوا كده نبص على البسكويت ده مش ده شبه حبيبي البسكويت اللي احنا بنشتريه وبناكله بالزبط نفس البسكويت دي هي بالزبط دي هي بالزبط دي طيب لما بتجي تجيب كده علبة البسكويت وتبتدي تكلها مش كلهم زي بعض طيب لو انا جيت وقسمت كل بسكويتة منهم لفور ايكوال بارد يعني كل فراكشن فيها عبارة عن ايه برافو وان وفور فور يا ترى الوان وفور فور ده هيختلف عن الوان وفور فور ده هيختلف عن الوان وفور فور ده لا طبعا ليه لان الهول بتاعهم ايكوال يعني انت لو حطيت البسكويت بتاعك كده فوق بعضه ورحت مقصرهم فور بارد خلتهم اربع اجزاء متساوية مش هتلاقي كل جزء فيهم زي التاني بالزبط جربها كده وقللي في الكامنت هتلاقيهم زيهم بالزبط ولو لقيتهم مختلفين قللي ازاي اختلفوا في الكامنت هتلاقيهم زي بعض صدقني ليه عشان الهول بتاعهم زسيم الهول بتاعهم هو بالزبط نفس الهول نفس البسكويتة اللي بتكسرها الهول يعني الوان اللي انت بتمسكه كده وبتبتدي تقسمه البارتس يبقى لما يكون الهول زسيم يبقى الفراكشن هيكون زسيم طيب يطرى بقى لو الهول اختلف شايف اما السباي دي بتاعتها صغيرة شوية اما باسما السباي الفطيرة بتاعتها اكبر منها شوية يطرى هنا الاول كده وقلولي لما قسمتها لسري اكوال بارتس بقى كل بارت عبارة عن ايه يلا فكروا معايا برافو وانوفر سري طيب وهنا اكيد برضو وانوفر سري اللي هو اسمه ايه وان سيرد طيب يا ترى الوان سيرد بتاع من فيهم الاكبر اكيد بتاع باسمة طيب ليه اكيد بتاع باسمة عشان الهول بتاع باسمة اكبر يبقى كل ما يبقى الهول اكبر يبقى الفراكشن بتاعه اكبر تخيل كده انك جبت بزايا كبيرة وبزايا تانية صغيرة وقطعت البزايا كبيرة لسري ايكوال بارتس والبزايا صغيرة لسري ايكوال بارتس برضو لازم عدد البارتس يكون ايكوال يطرى البارت اللي هو وان سيرد هيبقى النهون الاكبر اكيد بتاع البزايا كبيرة وتفضل تتخانق انت واخوك صح؟ بس انت شاطر هتاكلوا مع بعض طيب تعالوا كده نحل مع بعض الاكسرسايز دي شايفين نفس الفراكشن هنا هاف وهنا هاف طيب هارف منين مين الاكبر هارف من الهول هنا لمن وهنا ابل يطرى لو اسمت اللمن لتو ايكوال بارت والابل لتو ايكوال بارت هيكون من فيهم البارت الاكبر اكيد الابل عشان الابل greater than lemon يبقى الهاف اف وان بيس اف لمون از لس جان هاف وان بيس اف ابل يبقى رون هاف اف وان بيس اف واتر ملون از مور جان هاف اف وان بيس اف امانقو طبعا رايت لان الواتر ملون greater than المانقو هاف اف منت از لس جان هاف اف دي من فيهم الاصغر المنت ولا الدي طبعا المنت اصغر ده الدي في 24 اوار والاور فيها 60 اوار يبقى الهاف اف منت ليس جان هاف اف دي يبقى رايت هاف اف بد is more than هاف اف تشير شايفين دايما بيبقى نفس الفرعكشن فانت بص بقى مين الاكبر البيد ولا الاتشير البيد greater than يبقى رايت هاف اف وان بيس اف بيزا سلزة هاف اف كوكي لا اه دا البيزا is more than a cookie يبقى اكيد رايت نمبر تو سركل زا correct answer which is longer which is longer half of lunch time or half of saturday طبعا انا عندي اصلا اللونش تايم دا وقت اللي انا بيكل في دا بيبقى وقت صغير جدا بالنسبة لليوم يبقى اكيد اللونش تايم دا بيزا which is more half of a cookie or half of a cake لا دا الكوكي دي سغنانة خالب بتمنمسكها كده بعقل السوابعنا يبقى اكيد the half of a cookie which is more half of a glass of water ولا the half of swimming pool طبعا the half of swimming pool حمام السباحة بتاعنا بياخد مية كتير قوي دا كوبية المية the glass of water دي يدب بنشربها كده وبتخلص which is more half of a liter or half of a milliliter لأ بقى ثانية واحدة احنا خدنا في الفيرست term ان الليتر equal one thousand milliliter يبقى اكيد the half of liter طيب تعالوا كده بقى نعرف مع بعض ازاي نكتب الفراكشن بتاع الهول تعالوا كده شايفين الريكتانجل اللي قدامنا دا كل part فيه هو one over three ليه عشان هو متقسم لthree equal part يبقى البارت الواحد عبارة عن فراكشن one over three طيب يطرى الهول الهول يعني الريكتانجل كله لو حبيت اكتبه بفراكشن والله الريكتانجل كله كله شادت يعني الشادت three يبقى النيموريتور three والريكتانجل كله متقسم لthree equal part يعني الديموريتور three يبقى الفراكشن اللي بيعبرلي عن الهول دا هو three over three معنى كده لما يقولك how many thirds to make one هول هقوله three عشان الهول بيعمل three thirds طيب لو قل الفراكشن بتاع الهول هقوله three over three عشان الهول كله شادت وعدد البرتس فيه three يبقى الديموريتور three والشادت three يعني النيموريتور three يعني معنى كده انا عندي الريكتانجل دا لو قل الهول بتاع الريكتانجل دا كام هقوله والله الشادت عندي four يبقى النيموريتور four وهو متقسم لfour equal part يعني الديموريتور four طب وده والله الشادت قد عدد البرتس بالصبت ايه دا the number of شادت equal the number of parts طب وانت عندك الشادت كام sex والبارت sex يبقى الهول equal sex over sex يعني sex sex طب وهنا دا هنا برضو the number of شادت parts equal the number of parts يعني eight over eight 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 ايه دا مش ملاحظين حاجة فقروا كده ثواني يا حبيبي انا عارفة انكم شوطروا هتقولوها برافو ايه دا دا معنى كده ان الهول الone هول دا equal fraction في number of numerator equal the number of denominator يعني اي fraction تشوف فيه النمير سيفن مثلا تحط الدينمير سيفن زيه على طول طب لما يبقى كده يبقى how many sevens in one hole seven طبعا how many sixes in one hole six طبعا how many forces in one hole force طبعا ويلا بينا نحل مع بعض الامر label زيان fraction for this circle اول حاجة تبص فيها في الهول بتاعك circle اللي قدامك دي هي متقسمة الكم part والله one two اجرى على طول وحط الديمونيتر two وكل واحد هو part واحد يعني one over two وما يقول how many halves make one hole يعني الone اللي قدامك دا الcircle دي فيها كم one over two فيها two طب وال fraction show the whole circle الفraction اللي بيبين للهول انت قلتلنا الهول لازم النيموريتر equal دي مونيتر label زي unit fraction والله انا متقسم عندي الfour equal part يبقى الديمونيتر فور على طول زي ما قلتلنا وكل part يبقى النيموريتر one how many forces make one hole how many forces انا لو عدتهم هم هلقيهم one two three four يعني الهول متقسم لfour forces والفراكشن والفراكشن اللي اللي بيعبر لي عن الهول انت قلتلنا اللي لازم النيموريتر يبقى equal denominator واحنا لقينا هنا الديمونيتر فور يبقى على طول 4 طيب تعالوا نعدهم one two three four يبقى فعلا الهول في four forces label the unit fraction for this hexagon ده احنا خدناه في first term يعني شكل السوداسي اللي عنده 6 equal parts يعني كل واحد من 1 over 6 ما ها و many sexes make one hole يبقى 6 على طول what is the fraction that shows the hole hexagon الفراكشن بيمث للهول يبقى انا هحط النيموريتر والدينموريتر 6 label زيان fraction for this triangle الت triangle ده متقسم ل four equal parts يبقى كل واحد one over four خلاص عرفنا وفهمنا و how many forces اهي جاي من كلمة four يبقى four ولو عدتهم هلاقي ان الهول ده الت ريانجل ده في four forces و what is the fraction that shows the whole الفراكشن هنا هو four over four اهو لو عدت ده وعملت كله شادت هلاقيهم one two one two three four يعني four over four يعني معنى كلامك لما نشوف الone ونلاقي هنا الدينامونيتر سري نحط فوق سري على طول على طول من غير ما تفكر طب ما يبقى كده هنا هنحط seven اه وهنا هنحط nine اه طب ما هنا كده eight وهنا six وهنا اكيد هتحط thirteen طب وهنا يا شطور يا طرح هتحط ايه انتي قلت الone equal النموريتر لازم يكون the same number of denomitor عارفين ليه لان over دي معناها divided و fifteen divided fifteen equal one اي number divided the same number لازم يدينا one على طول يبقى كده هنحط هنا اكيد ten وشفنا هنا twenty يبقى اكيد فوق ايها تحتها seventeen زيها ودي اكيد twenty five اما دي فقلت لنا نحط نفس النمبر وعشان انتو شطور هتبقى دي بالنسبة لكم سهلة خالص write to the correct statement or wrong one equal seven over eight لأ طبعا wrong انتو قلت لازم النموريتر يكون equal denominator عشان كده بي هتكون right اما c the number of seven says that make one whole equal seven طبعا right اهي جاية من كلمة seven يبقى right the number of forces that make one whole forces يبقى اكيد four يبقى wrong the number of halves that make one whole equal two صح عشان الهول في two halves نعمل match five over five وهي five fifth five fifth يعني انا هدول على الشكل اللي متقسم the five equal parts يعني ده اما the eight eights هجري على طول واشوف the part اللي متقسم the eight equal parts يعني ده والsexes يعني لازم الشب بتاعي يكون six equal parts والfour forces خلاص هو اكيد four equal parts بعرفها منين ما الدينيمونيتر اتفقنا واحنا بنشرح الفراكشن النمبر اللي في الدينيمونيتر هو the number of equal parts طب ما تيكون حل مع بعض اللي challenge ده football egyptian team represent each player as a unit fraction كل واحد في ده unit fraction يطرى يعني unit fraction فكرين برافو يعني numerator equal one express the whole team as the fraction ده عايز نعبر عن الهول طب ما انا لازم اعرف الدينيمونيتر اعرف منين مش احنا اتفقنا ان الدينيمونيتر ده هو the number of total اه يعني عد ال player one two three four five six seven eight nine ten eleven يعني كلهم eleven يبقى كده الهول كام خلاص انا عرفت الدينيمونيتر eleven يبقى الدينيمونيتر eleven زي وده كده اللي بيعبر لي عن الهول وبكده حبيبي نكون خلصنا listen five and six استنوني في الفيديو الجاي اللي هنشرح فيه ونكمل مع بعض chapter eight ونكمل